النشرة الرئيسية عبر قناة الاقتصادية معي أنا نور الهدى بوشوخ والبداية بالعناوين رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية جراك فورغس استثمار قطري بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاع الفلاحة وأفاق مشاريع أخرى شبح سنة البيضاء يخيم على كليات الطب والصيدلة بالمغرب أهلا بكم من جديد بداية استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد بون اليوم الخميس بمقر رئيسة الجمهورية رئيس غرفة العموم الكندية جراك فورغس وأفد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاستقبال تم بحضور رئيس المجلس الشعبي الوضني إبراهيم بوغالي والأمينة العام لرئاسة الجمهورية عبد الله منجي ويقوم رئيس غرفة العموم الكندية بزيارة إلى الجزائر منذ يومين التقى خلالها بمسؤولين في الدولة حيث أجرى محادثات مع وزير الخارجية أحمد عطاف والوزير الأول ندير العرباوي كما استقبل أمس في طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي وهي زيارة التي تناقش خلالها الطرفان الجزائري والكندية الملفات وتطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وذلك في منطقة الساحل الصحراوية وكذا إمكانية تجسيد مشاريع مشتركة خدمة لأهداف التنمية المسادمة وقعت وزارة الفلاحة اتفاق إطار مع شركة بلدنا القطرية لإنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وتزويد السوق باللحوم الحمراء ومصنع لإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته بسعة 194 ألف طنا سنويا على مساحة تفوق 100 ألف هكتار باستثمار قيمة 3.5 مليار دولار خاصة في جنوب البلاد كما تعتزم قطر الاستثمار في عدة مشاريع أخرى في مختلف القطاعات على غرار قطاع الطاقة المحروقات وكذا البتروكيميويات فيها 50% من احتياجاتنا الوطنية من مسحوق الحليب محلي الإنتاج إضافة إلى دورة في تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء وفي اتصال هاتفي للزميل إسلام زقان مع الخبير الاقتصادية الدولي فارس هباش أكد أن المشروع سيؤثر إيجابا على التنمية المحلية والاقتصادية كما سيوفر عدة مناصب الشغلة هذا المشروع مشروع زراعي والصناعي متكامل سوف يكون له تأثير مباشر على التنمية المحلية بمنطقة الجنوب وعلى مستوى التنمية الاقتصادية بشكل شامل كما يساهم بشكل مباشر في توفير مناصب الشغلة انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للمنتدى المصري للدواجن التظاهر التي تحضرها الجزائر ممثلة في الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والفيدرالية الوطنية لمربي الدواجن تهدف إلى النهوض بشعبة تربية الدواجن بالوطن العربية المزيد مع أمير مجبر في سياق التقرير التالي المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من مختلف الدول العربية عبر منظمات مهنية ومختصين ومهنيين ويهتف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العلمي والاستثماري المتبادل بين الدول العربية قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الاعتماد على الأبحاث العلمية الكفلة بالسماح بمواجهة مختلف التحديات التي تواجهها الشعبة 97% من الاحتاجات انتاج بيض المائدة 14 مليار بيضة نحقق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة كما تم تنظيم العديد من الورشات التي أوكلت مهمة تنشيطها للمختصين قصد تحديد الأولويات وقعت شركة سونتراك صباح الخميس على مذكرة تعاون مع شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج وذلك بحضور كل من المدير العام لمجمع سونتراك هو الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج وأفاد بيان لشركة مذكرة التعاون ستتيح لكل من سونتراك وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بالشروع في محادثات تتعلق ببحث فرص التعاون في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج ويؤكد توقيع مذكرة التعاون هذا طموحات سونتراك لتطوير التعاون على الصعيد الدولي في مجال أنشطة النفط والغاز والطقات البديلة أبرز تقرير لوحدة أبحاث الطاقة بواشنطن أن الجزائر تصنف ضمن أكبر خمسة دول مصدرة للغاز السائل إلى أوروبا خلال الربع الأول من العام الجاري مسجلة ارتفاعا قدر بـ 12% مقارنة مع السنة الماضية وأبرز التقرير أن الجزائر وصلت هيمنتها في تموين السوق الأوروبية خاصة جنوب أوروبا حيث أنها تخصص 70% من صادراتها إلى هذه السوق عبر قنوات الغاز و30% في شكل غاز طبيعي مميع وفي اتصال هاتفي للزميلة ولاء بربالة مع خبير في الطاقة أحمد ترطار كشف فيه عما تنتجه الجزائر من غاز طبيعي لنستمع لحد الساعة الجزائر تنتج حوالي بالنسبة للغاز طبيعي 130 مليار متهم وكعب تسوق منها حوالي 120 يعني نصفها للتسويق الداخلي والنصف الآخر للتسويق الخارجي وبالتالي فمحدودية الإنتاج مقرونة بالهياكل القائمة والتي هي الآن في طور التطوير والسعي للتطوير خاصة بعد استكشفات أخيرة سنة 2023 حوالي عشر استكشفات وعلى 2022 حوالي 16 استكشافا وفي خبر آخر أكد وزير المالية العزيز فايد أن قطاع المالية يشهد نتائج مشجعة في مجال تحسين نوعية الخدمات وتعزيز التغطية البنكية مقارنة مع سنوات سابقة تكريسا للشمول المالية مشددا على ضرورة بدل المزيد من الجهود لمسايرة التطورات الحاصلة دوليا مصطفى بن أمزال والتفاصيل استهداث السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني سن قوانين جديدة وتحيين أخرى هي جهود تسعى من خلالها الوصاية لنشر الثقافة المالية وسط جميع فئات المجتمع لتحقيق مبدأ الشمول الداتي إضافة إلى هذه القوانين فقد تم المصادقة أيضا على قانون يسبح بالعمل بالتوقيع الإلكتروني واستحداث السلطة الحكومية لتصديق الإلكتروني كلها قوانين ستسمح بمواصلة الجهود المبذولة من أجل تطوير المجال الرقمي وصناعة المالية الرقمية في الجزائر 1734 وكالة بنكية 6500 نقطة بيع وكالات التأمين إضافة إلى 12 مليون حساب إلى نهاية سنة 2023 بمبلغ إجمالي يفوق 3600 مليار دينار جزائري أرقام مشجعة لتحقيق الشمول المالي مقارنة بالسنوات الماضية وإدراك مننا للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن أن يحققه الإدخار لتعزيز الشمول المالي تقوم البنوك المؤسسات المالية والمؤسسات التأمين بعرض عدة منتجات وخدمات بنكية قصد تمكين جميع فئة المجتمع من فتح حسابات الإدخار امتداد هذه العملية طوال أيام السنة من أجل السماح للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته اتجاه البنوك، التأمينات والمؤسسات المالية مما يساعد على خلق منظومة مالية قوية تقدم خدمات نوعية لصالح المواطن يدخل إضراب طلاب كلية الطب والصيدلة بالمغرب شهره والرابع من مقاطعة الدراسة والتدريبات الاستشفائية وهو ما يمهد لسنة بيضاء في الوقت الذي أعلنت فيه دقابات والطب عن إضراب مدته يومين في الخامس والعشرين من الشهر الجارية المزيد مع ولأ بربالة سبب إضراب طلبة الطب والصيدلة بالمملكة المغربية يعود إلى إعلان وزارة التعليم عن مراجعة النظام التكويني في كلية الطب وتخفيض سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات مع إصرارها إلى جانب وزارة الصحة على التمسك بالقرار بينما يطالب الطلبة بالتراجع عن ما هو مسمى بعملية إصلاحية المسيرة الوطنية التي تحمل عنوان مسيرة الصمود تنظمها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ردا على قرارات التوقيفات في حق 66 طالبا وإغلاق باب الحوار مع الوزارتين أمام حالة من الانسداد وصفه المركز المغاربي لحقوق الإنسان بارتجالية الوزارتين الوصيتين في التعاطي مع ملف إضرابات الطلبة في الوقت الذي حذر فيه مكتب الحكومة من خطورة الانتقام من أطباء المستقبل وسياسة الوعيد في القطاع الذي يعيش نزيفا حادا داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها واعتماد النهج التشاركي في وضع السياسات ذات الصلة بالتكوين في مجال الطب والصيدلة عوض النهج الفوقي التعسفي في سياق آخر أقرت حكومة وسودان ضريبة جديدة تلزم أصحاب الشاحنات المحملة بالبضائع التي تود الدخول أو الخروج من وإلى الأراضي السودانية دفع ما قيمته 300 دولار القرار أثار استهجان البعثات الإنسانية بإقليم جنوب السودان تقرير لأمينة قبي يبدو أن الأزمة التي يمر بها السودان جعلت نظامه يصدر قرارات وصفها البعض بالعشوائية آخرها فرض غرامة تلزم أصحاب الشاحنات المحملة بالبضائع والتي تود الدخول أو الخروج من وإلى الأراضي السودانية دفع ما قيمته 300 دولار قرار من شأنه إدخال إقليم جنوب السودان في عمق أزمة غذائية حسب ملاحظين القرار أثار استياء البعثات الدبلوماسية في جنوب السودان التي دعت إلى إسقاط تكاليف غير المقبولة المفروضة على الوكالات الإنسانية حيث قالت بعثة الأمم المتحدة الأربعاء أن مواد إغاثة تحتاجها البلاد بشدة عالقة في المستودعات وعند المعبر الحدودي أمر وضع الحكومة السودانية في موقف حرج بين ضغوطات الوكالات الإنسانية الدولية وقرارها الذي طرى فيه مسلكا لتغفير إرادات جديدة للبلاد في ظل الانكماش الاقتصادية الذي تعيشه الصين أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق المزيد مع أمين العزيب بين اقتصاد متباطئ وتخوف حد من الانخفاض في أسعار السلع تضع الصين العالم أمام مواجهة أزمة اقتصادية تهدد الأسواق العالمية يشكل قطب أسي الصناعي تهديدا بطرق واضحة على العالم في الجانب الاقتصادي فبيكين ما زالت تدير اقتصادا غير متوازن بشكل شديد مع تبعات كبيرة على العالم حيث أن اقتصاد البلاد يسير نحو نمو أقل بكثير مما كان عليه في السابق أفاد تقرير نشرته صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن المستثمرين العالميين يتوقعون أن يؤدي انخفاض الأسعار في الصين إلى خفض معدلات التضخم في جميع أنحاء العالم هذا العام ذلك أن الطاقة الفائدة في اقتصادها المتباطئ تدفع المصدرين الصينيين إلى خفض أسعار السلع التي يبيعونها إلى الخارج وبحسب ما نقلته الصحيفة عن المدير الرئيسي في صندوق تامبلتون للاستثمار في الأسواق الناشئة شيتان سيغل ستصدر الصين انكماش الأسعار إلى بقية العالم وستجد العديد من البلدان تتعامل مع حقيقة أن الصين قامت ببناء طاقة فائدة ويتوقع عدد قليل من الاقتصاديين أن تسجل الاقتصاديات المتقدمة انخفاضات مماثلة في الأسعار بينما يتوقع عدد أكبر أن تباطئ الاقتصاد الصيني سيكون له أثر كبير على الأسواق الناشئة وخاصة تلك التي تربطها علاقات تجارية مباشرة مع بيكين وفي أخبار الرياضة لاقاب ينوى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي أشار إلى قرار معاقبة نادي اتحاد العاصمة باعتباره منهزما في اللقاء الذي تعدر إجراؤه بحر هذا الأسبوع بالعاصمة أمام نادي نهضة بركان المغربية على خلفية قضية القمصان استنكارا واسعا من طرف الأسرة الرياضية الوطنية التي اعتبرت القرار مجحفا في حق النادي العاصمية سونيا ستقاوي والتفاصيل قرار والكاف ولو أنه كان منتظرا إلى أنه لم يستند إلى أي مادة قانونية سوى القرار الذي كان قد اتخذ من قبل باعتماد أقمصة فريق نهضة بركان والذي يعتبر منافيا لقانون الاتحاد الافريقي لكرة القدم في حد ذاته خاصة في مادته السادسة التي تحدد جميع الشعارات المسموح والممنوع تواجدها على الأقمصة فريق اتحاد العاصمة والاتحاد والجزائري لكرة القدم كانوا قد استبقوا صدور بيان الكاف برفع دعوة نمام المحكمة الرياضية الدولية ضد فريق نهضة بركان الذي حضر إلى الجزائري بقميص يحمل خريطة مزيفة تضم المغرب والأراضي الصحراوية المحتلة في انتظار ما ستكشفه قادم الأيام في هذه القضية التي يضحت محل اهتمام الرأي العام الرياضي الدولي فقرار الكاف الأخير يؤكد مرة أخرى مدى تخبط هذه الهيئة وقبوعها في وحل فساد لم يسبق لها أن بلغته منذ نشأتها تعتبر حرفة إصلاح الساعات أو الساعاج مهنة في طريقها نحو الزوال بالجزائر حيث يواجه الساعاج مشكلة نقص اليد العاملة في هذا المجال من جهة وانعدام قطع الغيار ولوحقها من جهة أخرى بورتريخة لداتفليسة هنا بالحي الشعبي العتيق ببلكور ببلدية محمد بالوزاد بالعاصمة يعمل أم عبد الحفيظ على إعادة الحياة لساعات توقفت عقاربها أو تعطلت منذ سنوات المهنة التي ورثها من خاله منذ أكثر من ستين سنة في الأساس قدنا هذه الحرفة من عند خالي وصاحب شركات الست في 1967 كان أخويا الكبير هو اللي كما نقوله صاحب محل وإحنا طورنا روحنا بشوية 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 توسعنا وقال محل قديم وليومنا هذا في محل 46 شهر محمد عيش عم عبد الحفيظ يستذكر معنا أول ساعة أصلحها عندما كان عمره لا يتجاوز ثمانية عشر سنة ويصف فرحته الكبيرة بهذا النجاح أول ساعة خدمتها خدمت ساعة ميكانيكية فاو 180 روح هذه الكبيرة مصدرات فرنسي سنة 83 بدقة وثبات أو بأدوات بسيطة يعمل عم عبد الحفيظ على إعادة إصلاح ساعات من يقصد محله ليعيد البسمة في وجوههم هي معنى الساعة عموماً في العالم يسرهي قليلة لم يكن لزاف علاج خارج متعبة وتطلب عرازانة وتركيز ولهذا كي يلعزوف من طرف الجيل جديد تقنعي الزابون تقنعي أصعب يجيك صعيب على الساعة التي ستسمعها قد تتوقف عقارب هذه الساعات ليعيدها عم عبد الحفيظ إلى الحياة من جديد لكن ماذا تغير في الزمن حتى تكاد هذه الحرفة تنضثر رغم تواجدها منذ زمن بعيد نقص التكوين في هذه الحرفة وكذا الصعوبات التي تواجه استراد قطع غيار الساعات ولوحقها من أبرز التحديات التي تواجهها مهنة السعاجية نحن نطلب مدام الدولة اليوم تشجع في المؤسسات دعم تشجع في المؤسسات الناشئة من الدولة نطلب الدعم معنوي هي عبارة على قانون إطار قانون يحمي لي ويساعدني على اقتناء قطع الغيار ويبقى عم عبد الحفيظة واحد من الحرفيين الذين أصبحوا يعدون على الأصابع ولا يزالون يعملون على إعادة بحث الحياة للساعات التي تعطلت بينما لا يجد هو وأمثالها من يبعث الحياة في هذه الحرفة التي تكاد تنضثر وبهذا مشاهدنا نأتي وإياكم إلى طي أوراق النشرة لا تذكري بعنوينها رئيس الجمهورية يستقبل رئيس غرفة العموم الكندية استثمار قطري بقيمة 3.5 مليار دولار في قطاع الفلاحة وأفاق مشاريع أخرى شبح السنة البيضاء يخيم على كليات الطب والصيدلة بالمغرب شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة دمتم بخير